بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم ضد النفس والتحكم في الفعالات أثناء ممارسة النشاط البدني معكم الأستاذ بدر ناصر الفحيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نبقى نستعرض مع بعض أهم متطلبات وممارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جداً بعد تأتيت النشاط البدني يكون جسم مرهق ويحتاج إلى راحة وهذه الراحة تأتي في النوم ليلة من 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك يا أبطال التربية السليمة الغذاء مهم جداً لماذا؟ لأن الغذاء الذي يمد جسم الطاقة لابد أن تحتوي واجبات الغذائية الثلاث الغذاء الفطور والعشاء على العناصر الغذائية المهمة كرباء إضراءات والبروتين والدهون أيضاً المكان المناسب والآمن المكان مهم جداً لماذا؟ لأن المكان هو الذي يساعدني لتحقيق الدافع من النشاط البدني ويلابد التوفر في عوامل الأمن والسلامة أيضاً الزير الرياضي المناسب والهذاء المناسب الزير الرياضي يا أبطال يساعدني لتأتيت النشاط البدني ويختلف الزير الرياضي من مكان إلى آخر حيث أن الزير الرياضي في الأماكن الباردة يختلف في ممارسة النشاط البدني في الأماكن الحارة عن الأماكن الباردة ويختلف أيضاً الزير الرياضي لكوت القدم عنه في لكوتة السلة والطائرة كذلك الحذاء أيضاً اختلف من الرياضي إلى أخرى أيضاً هي أبطال الإحماء ما هو الإحماء؟ الإحماء هو تهيئة الجسم لداء النشاط البدني بشكل صحيح عن طريق عمل بعض التنملينات وهناك إحماء عام يناسب جميع العنشطة البدنية وإحماء خاص مقصص للرياضة معينة أيضاً شرب الماء قبل وبعد وأثناء النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ ممتاز تعويض السوائل المفقودة لتأدية النشاط البدني وإحماءة الجسم من الجفاف طيب يا أبطال الآن أنا في المكان المناسب والزيارياضي المناسب مع بعض نبدأ في الإحماء المناسب تمليل أول المشي في المكان تمليل استعد يبتدي 1 2 3 4 مشي 2 3 4 حسنت 2 3 4 مشي 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة نقف ناخد نفس التمرين الثاني يا أبطال ضلائل في روصة اضع سنين جدل يمين في 4 حدات والشمال في 4 حدات التمرين استعد تدي 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اضغط 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف رأس فخف التمرين الثالث ضرعين جانب الرافع دوران الضرع من الخلف إلى الأمام التمرين استعد يبتدي 1 2 3 4 ممتاز 2 3 4 4 دوران 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة رفع رأس وخف التمرين الرابع يا أبطال دوران الضرع من الخلف من الأمام من الخلف رأس جارب الرافع تمنى استعد يبتدي 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 دوران 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة قف رأس الخلف التمرين الخامس رفع الفخد على مستوى الحوض والهد المعاكس الفخد تحاول لمس الفخد أثناء ارتفاعه مع تبادل رفع الفخد تمنى استعد 1 3 1 2 فوق 2 ممتاز 2 أحسنت 2 فوق 2 أحسنت 2 ممتاز 2 آخر مرة جماعة قف تمرين السادس ضمن القدمين ورقبتان مفرودتان والمزول أمام أسفل قدر استطاع تمنى استعد 1 3 انزل 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 8 السابع والأخير فتح القدمين بأكثر من الدصاع الصدر قليلا ورقبتان ورقبتان مفرودتان والنزول أمام أسفل تمنى استعد انزل 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 3 4 5 5 6 7 8 ناخد نفسها طال مرة ثانية طيب الآن الجسم صار جاهز ومه هي لدى النشاط البدني بشكل صحيح استعرض مع بعض درسنا هذا اليوم ضبط النفس وتحكم في المفعالات أثناء ومارسة النشاط البدني واضح في هذه الصورة بالعنوان ما هو هدفنا من هذا الدرس ضبط النفس أي التحكم والسيطرة على النفس في الانفعالات أثناء النشاط البدني هل هذه الصورة تدل على ماذا؟ على الغضب والغضب نوع من الانفعالات التي لا بد من أن أسيطر عليها أثناء تأدية النشاط البدني الآن نرى في هذه الصورة أكثر من تعبير وما أكثر من مغدة فعل فرح حزن خجل بكاء تعجب اندهاش رضا كل هذه انفعالات هناك انفعالات إيجابية وانفعالات سلبية الانفعالات الإيجابية الفرح الرضا السعادة هذه انفعالات إيجابية أما انفعالات سلبية والتي لا بد من أن أسيطر عليها لماذا؟ لأنها تؤثر عليها أثناء تأدية النشاط البدني الغضب الحزن البكاء الملل هذه انفعالات لا بد من أن أسيطر عليها لأنها متى ما أثرت عليك سوف تكون حاجز بينك وبين الهدف الذي تحتاجه أثناء تأدية النشاط البدني نريد أن نشوف مع بعض نتعرف على ما هو الانفعال الانفعال هو عبارة على المشاعر التي يعبر عنها الأفراد مثل الحزن والغضب خدت فعل عن مختلف الأفكار والمواقف التي يواجهونها أثناء عمل منافسة في رياضة معينة لا بد من هناك يكون التحامات ولا بد من هناك يكون فريق فائز وفريق خاسر الفريق الفائز ما هي ردة فعله يكون مبسوط وسعيد أما الفريق الخاسر فردة فعله لابد أن أسيطر عليها التي هي الحزن والبكاء والغضب لماذا؟ أنه لا يكون هناك فريق دائما الفوض وليس هناك فريق دائما الخسارة بالجد والاجتهاد أطور نفسي وأستطيع تحقيق أهدافي في المستقبل الآن نبغى نستعرض مع بعض الانفعالات التي الإجابية وانفعالات السلبية هذا انفعال إيجابي أو سلبي؟ الحزن سلبي أحسنتم الفرح انفعال إيجابي أحسنتم الاتسامة انفعال إيجابي أحسنتم الغضب انفعال سلبي كيف أسيطر على هذه الانفعالات؟ أسيطر عليها عن طريق استخدام التحفيز أي دائما أعط لناك هدف وأن تحقيق الهداف أو استرخاء والتدليق أو الإعداد النفسي وهو مهم جدا قبل المنافسة وكذلك السماع لأوامر وتعليمات المدرب أو المعلم أو الأخ الأخير أو الكابتن الفريق وكذلك الغذاء مهم جدا وعن طريق أيضا التشجيع المستمر لابد أن فريق الواحد ومن تشجيع بعضهم البعض لماذا؟ لكي يستمرون في تأدية النشاط البدني والعمل كفريق واحد للوصول إلى هدف الذي يطمحون إليه شوف الآن هذه ردة فعل فعلات فرح بكاء غضب وخوف ظبط النفس ما هو ظبط النفس؟ هل هو درسنا؟ هو قدرة الفرد في السيطرة على اندفاعات والأفعال النابغة عن الذات لتحقيق أنسب استجابة ممكنة نشوف الآن برضو هذه الصورة أيضا فرح هذه الفعالات الإيجابية التي نطمع إليها تحقيقها أثناء تأدية النشاط البدني لا ننسى يا أبطال تحقيق هدافنا النشاط البدني لابد من الاهتمام من المطلبات ومعارسة النشاط البدني الراحة الكافية التغذية سليمة الزيغ يضي مناسب وكذلك ماذا؟ أحسنتم المكان المناسب والإحماء المناسب وشرب الماء هذه المطلبات ساعدني على تحكم في نفسي وضبط النفس تحقيق أهدافي أشكركم لحسن استماعكم وصلنا نهاية درسنا هذا اليوم كم معكم الأستاذ بدر ناصر ألف عين